قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفة بأن روسيا تعمل على موصفتها بأنها معاهدة كبيرة مع إيران وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق بأنها تتوقع اتفاقية قريبة للتعاون الشامل مع طهران مشيرة إلى أن العمل على نصها اقترب بالفعل من الاكتمال تنضم إلينا من موسكو أريج محمد أريج ما الذي سيتغير في مستوى العلاقات بين طهران وموسكو في ظل وجود علاقة وطيدة بين البلدين بشكل مستمر وهناك تواصل بين العاصمتين نعم فضيلة طبعا توجهت موسكو إلى دول ربما التي وقعت في وضع مشابه لوضعها على خلفية العقوبات ومحاولة القطيع الغربية والعزلة الغربية لروسيا طبعا ومن بين هذه الدول التي رأتها روسيا تشبه وضعها الحالي طبعا إيران التي وطدت علاقاتها معها من أوقات اندلاع حتى النزاع في أوكرانيا وتوطدت هذه العلاقات أكثر على وقع هذه العقوبات التي كنت قد ذكرتها منذ قليل طبعا العلاقات بين البلدين ارتقت مؤخرا إلى مستويات عالية جدا بتأكيد المسؤولين من البلدين وبتأكيد المسؤولين الروس وهو ما ذكرت به أيضا اليوم المتحدثة باسم الخارجية الروسية في إجازها الصحفي المتعلق بهذا الشقوى توقعت طبعا توصل الطرفين إلى ما وصفته بالفعل بالمعاهدة الكبيرة التي ترقى وتجسد طبعا مستوى العلاقات المتميز الذي يربط مؤخرا موسكو وطهران والذي يعيد المسؤولون الروس الفضلة الكبيرة فيه طبعا إلى الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي طبعا وفريقه ومن كان معه طبعا في ذات الفريق وأوصل هذه العلاقات إلى هذا المستوى طبعا لا تواريخ محددة ولا تفاصيل كما اعتدنا عن الجانب الروسي فضيلة فيما يتعلق بحيثيات هذه المعاهدة سوى ما نعلمه من آخر لقاء كان قد ربط الرئيسين الروسي بوتين في موسكو والرئيس الإيراني الراحل حينما اجتمعا لخمس ساعات في الكرملين طبعا وبحثا تفاصيل هذه المعاهدة الذي توقعت الخارجية الروسية مطلع هذا العام التوصل إليه خلال أشهر مع إتمام تفاصيل هذه المعاهدة ثم ربما حالت التطورات الدراماتيكية لاحقا عندما حدث حادث تحطم الطائرة فيما يؤير الماضي من ربما توصل الطرفين أو سرعة توصل الطرفين إلى هذه المعاهدة على كل حال الجانبان ما زالا يبحثان وطبعا يصران لقاء على مستوى علاقتهما على ما هو عليه سواء كانت علاقات تجارية واستثمارية وعلاقات في مجال الطاقة وأيضا التعاون العسكري والأمني طبعا في ظل المستجدات والتطورات التي تهم ربما روسيا حاليا في ظل ما يعصف بأوكرانيا طبعا بانتظار أي تفاصيل ربما تكشف عنها الخارجية الروسية في ظل اتصالاتها المستمرة أيضا مع الجانب الإيراني في هذا الخصوص موسيقى